السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم إيهاب الصرفاندي من قناة إيهاب تيفي كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير إن شاء الله مبسطين اليوم إن شاء الله بدنا نيجي مع بعض نعمل عملية مراجعة كاملة وشاملة لجهاز الريدمي 9T هذا الجهاز اللي أجعله تحديث جديد 12.5.6 وهو التحديث المحسن بدنا نراجع هذا التحديث ونشوف كل حاجة عن هذا التحديث لأنه هذا التحديث مهم جدا وبدنا نعرف حاجات كثير عنه لا تنسى الدعم بالاشتراك في القناة وتفعل الجرس يا حبيب عشان يصلك كل جديد وننتقل إلى الشرح الآن أنا جبت لكم جهازين جهاز الأول اللي هو ريدمي 9T والتاني ريدمي 9T واحد على التحديث القديم واحد على التحديث الجديد عشان في بعض الشغلات بدنيها لاحظ هنا هاي التحديث الأول وهي التحديث الثاني هنا عنا 12.0.17 وهنا التحديث 12.5.6 هذا التحديث المحسن وهذا التحديث القديم هاي التحديث الجديد أول حاجة نيجي للتحديث الجديد خليني شوي اللاحظ هنا اللي هو الإصدار اللي هو 12.5.6 وهو التحديث طبعا العالمي والجهاز الاندرويد هاي اللي هو الاصدار الاندرويد اللي هو الاندرويد 11 وهذا طبعا الاندرويد اللي عليه اللي هو الاندرويد 10 هذا القديم وهذا الجديد خلينا نجي نشوف بعض الشغلات المهمة جدا جدا أول حاجة هذا التحديث بيفرق عن هذا التحديث من السماء للأرض هذا أول حاجة من ناحية الثلاث أنا طبعا الجهاز هذا عارفه ومستخدمنا في أي مركز التحكم طبعا الشفا الرصاصي وهذا مركز التحكم الجديد اللي هو الشفاف أول إشي هذا طبعا بالنسبة لهذا التحديث هذا التحديث سيء جدا يعني هاي مثلا شريط الإشعارات ممكن تيجي فوق تحط مركز التحكم ويعني خربطة المهم الآن الأمور هانا تغيرت الجهاز أسلس من السابق بفرق 180 درجة بالنسبة للسلاسل الجهاز بالنسبة للأنيمياشن الموجود عندنا الأنيمياشن طبعا 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 تخفيضه ولكنها موجود زي ما أنتم شايفين كان هنا الأنيمياشن هنا بالزيادة وبشكل يعني بالزيادة كتير ولكن إحنا مش عايزين إحنا عايزين أداء الأداء هنا الأنيمياشن موجود والتنقل بين التطبيقات عادي جدا ولا عندك أي مشكلة موضوع التنقل وأمورك والسلاسة كلها 100% أول شغلة بدنا نيجي للصوت الآن صار عندنا اللي هو الصوت الجديد شكل الصوت الجديد اللي موجود عندنا لأمامنا وهذا بتتحكم في عملية الصامت يعني ساعة ساعتين لعن 8 ساعات فهنا الشكل الجديد أصبح الآن متاع عندنا بدل الشكل القديم اللي شكله بالأزرق هيك وهنا شكله بيختلف وهنا شكله بالإيش الأبيض اللي موجود مع الـ 12.5 وأجاله المحسن اتطلع معي هنا كمان في عنا شغلة تم إضافتها لو اجينا للإعدادات واجينا للصوت والاهتزاز في عنا كمان مساعد الصوت مساعد الصوت أصبح متاح دايما نفعله زيك هذا بيتحكم في الصوت في التطبيقات ممكن تخلي تطبيق أعلى من تطبيق ومهم جدا هذا وهذا حاجة حلوة كتير كتير في تحديث 12.5 وصلة نيجي الآن نشوف سنسر المكالمات ايش وضعه انا هين اتصلنا سنسر المكالمات المشكلة انحلت وما في مشكلة بغلطش ولا غلطة وما غلط ولا غلطة معاي زي ما انتوا شايفين هايو كيف هايو شغال 100% هذا الصحيح حاجة حلوة انه سنسر المكالمات انحلت المشكلة تبعته واصبحت المشكلة ما في كأنه مشكلة تمام تمام نيجي للي بعده نيجي لمشكلة الواي فاي مشكلة الواي فاي زي ما انتوا شايفين هين عملتلكو سكرين شوت الآن بعت عن الراوتر حوالي تقريبا 15 متر فأعطاني هانا اللي هي اشارة هاي زي ما انتوا شايفين نقرب هانا كمان عشان تشوف an ETA أعطاني هانا اشارة هاي paar وهنا ما أعطاني ولا إشارة. هذا القديم طبعا. هنا اللي هو أعطاني إشارة وجاب نت. وهنا ما أعطاني فيناس سبك. يعني موضوع الشبكة تم تحسينه وأصبحت الشبكة أفضل من الأول زي ما أنتم شايفين أمامكم. طبعا شبكة الاتصال ما عندي فيها أي مشكلة من الأول ما فيها مشكلة لكن شبكة الواي فاي زي ما أنتم شايفين. طبعا الآن متاح لنا مركز التحكم الجديد وبتقدر تتحكم فيه على اليمين وعلى اليسار زي ما أنتم شايفين. ولما نتنزل هنا للآخر ما بتنزل عندك اللي هو شريط اللي هو اللي بتحكم في الإضاءة. وهذا أحلى إشي الجهاز صبعا اختلف اختلف جدا لما أنت تمسك الجهاز وتكون تستخدم في الجهاز هتلاقي فيه فرق جدا بين القديم التحريس وهذا التحريس. لو جينا نبحث على مثلا النوافذ المنبثقة أي النوافذ موجودة تقدر تتحكم في أي تطبيق بالدكية بتفتحه كنافذة منبثقة وبتتحكم في زي هيك وكمان في عينا ميزة حلوة كتير كتير. لو جينا مثلا فتحنا تطبيق آخر جينا هنا في النص في المنتصف هنا تم التبديل بين اللي هو التطبيق اللي هان والتطبيق اللي جينا تاني هيك بتبدل بين التطبيق. هنا تقسيم الشاشة هاي تقسيم الشاشة وهي تطبيق التاني أصبح عندنا هنا تقسيم الشاشة للاتنين موجود عندنا تقسيم الشاشة موجود عندنا اللي هو النوافذ المنبثقة والواجهة التانية موجودة أيضا هاي الواجهة التانية موجودة نيجي للحاجة المهمة اللي احنا بدنا اياها لو اجينا على الاعدادات وايجينا على الاعدادات الاضافية وهانا عندنا توسيع الذاكرة متاح عندنا اللي هو اتنين جيجا للمية وتمانية وعشرين اللي معاي والاربعة وستين بيجي له اه واحد جيجا وهذا مهم جدا وهذا لازم تضلك انت انفعلها لو انت عملت فيها زي هيك هتتعمل عملية اللي هو اطفاء في حالة انه الجهاز بعمل اعد تشغيل بتروح تمام الان لما انا اه بدي استخدمها هادي بتاخد من بتاخد من مساحة التخزين يعني انت لو طفيتها هيصير اضافة لمساحة التخزين اتنين جيجا لو شغلتها هي تروح من مساحة التخزين اتنين جيجا يعني هانا قديش مساحة التخزين سبعة وعشرين فاصل تسعة المستخدم سبعة وعشرين فاصل تسعة بدنا خلينا نطفيها وهي طفيناها وهي اعادة التشغيل وهينا فتحنا الجهاز جديد صارت مساحة التخزين خمسة وعشرين فاصل تمانية يعني عندك اتنين جيجا وواحد تقريبا اللي هو كان ماخد من اللي هو مساحة التخزين فهنا يعني عشان انت تشوف الأمور على أرض الواقع بالنسبة لهذه التوسيع الذاكرة للأدادات الإضافية احنا الآن طفينا هايها مطفية تماما تماما نجي الآن للبصمة البصمة طبعا الجهاز موجود فيه طبعا أي واحد كان عنده مشكلة في البصمة في هذا التحديث يعني حل مشكلة البصمة البصمة أجت وكل حاجة أجت في هذا التحديث اللي كانت مفقودة ومش موجودة في اللي هو التحديث السابق هاي يعني البصمة يوقف في الشاشة موجود والتعرف على الوجه موجود البصمة سريعة جدا ما فيش مشكلة في البصمة خلينا نفتح البصمة هاي لحالة هاي بنلمس ها تمام يعني البصمة ممتازة ها بنسبة للفئة المتوسط طبعا هاي دي ممتازة هاي بصمة الوجه شغالة هاي عطتنا صح وهذا الصوت طبعا بيطلع مع اللي هو التحديث الجديد الأصوات هذي بلش يتتصل معنا يجيل الآن للي هو الثيمات ولو اجينا لخلفيات الموجودة الجديدة الخلفيات الجديدة هيها السبعة خلفيات الجداد مع الاثناش ونص هيها موجودة دين أربعة خمسة سبعة هذه الخلفيات اللي هو الجبل الجليدي يعني خلفيات حلوة كتير كتير نظام الشحن زي ما انتو شايفين هيو الشحن تبعنا المعروف تبع على 12 مص هيو لوز اللوز والآن جاء الدور نيجي لتطبيق الحماية التطبيق المهم جدا جدا نيجي لتطبيق الحماية اللي هو طبعا موجود عندنا اللي هو مسرع الألعاب اللي هو جيم تيربو والجيم تيربو بيسجل أصوات عادي ما في مشكلة زي كان في السابق ونيجي هنا ل اللي هو الخط المحسن هذا تم إضافته اللي هو هنا هيك بتعمل عملية توفير للطاقة بيصير عندك 25 ساعة 38 دقيقة هيك عندك متوسط بيجهو افتراض 20 ساعة و50 دقيقة بدك تشتغل شغل أداء عالي بدك تلعب لعبة قوية بدك تعمل حاجة قوية بتستخدم هذا الأداء بيقل بيصير 19 ساعة و48 دقيقة وممكن يسخن الجهاز طبعا الجهاز أنا عملت له على قياس أنتوتو بنش مارك عملت له اللي هو قياس للأداء تبع الجهاز اللي هو أجينا هنا على أنتوتو بنش مارك هللاقي اللي هو أعطانا نتيجة نشوف النتيجة اللي أعطانا إياها أعطانا 216 ألف وسبعمية وأربعين نقطة هاي يريد من تسعة تي وهي مواصفات الجهاز طبعا درجة الحرارة هاي الآن درجة حرارة الوحدة سي بيو تلاتة وتلاتين عادي جدا ودرجة حرارة البطارية تلاتين أيضا عادي جدا تلاتين ما في مشكلة عادي جدا وهانا طبعا هاي ضفوها في اللي هو الحماية درجة الحرارة ومع تلاتتعش هتكون آآ بدل الأرقام نظام آآ يعطيك انه هل هو كويس وساخن بارد وهكذا طبعا توزيع النقاط هاي يوم السي بيو هاي رقمها تسعة وستين الف وتلاتمية وربعة وتلاتين عندك الجي بيو تسعة وتلاتين الف وتسعمية وطنعش والأم اي الممري واليو اكس وهالي توزيحها زي ما انتو شايفين طبعا بالنسبة للبطارية البطارية طبعا ستلاف ميلا أمبير البطارية اختلفت البطارية للأفضل أصبحت للأفضل وجرب ان شاء الله وهتشوف الكلام طبعا للأفضل بنسبة يعني تقريبا يعني عشرة في المية بس للأفضل مع هذا التحديث 12.5.6 على الاندرويد 11 طبعا هو الان للمسجلين يعني اذا انت بدك تحصل عليه مش هتقدر تحصل عليه الا لما يصل تلقائي ولما يكون فحصه تام لجميع ويكون فيش في مشاكل هيصل للكل او اذا فيه طريقة تانية فيه طريقة فتح البوت لودر وتنزله طريقة الفاست بوت والتحديث الامان زي ما انتم شايفين تحديث امان 1-12-2021 بالنسبة للي هو هذا التحديث لو وجينا على الاشعارات ومركز التحكم الاشعارات تمام التمام كله شكل الجديد قفل الشاشة والاشعارات المنبثقة والشعارات وهي عنا نمط مركز التحكم الجديد والقديم ممكن تختار بذكية طبعا هذا ما كانش موجود في الجهاز السابق لما كان 12.0.17 يعني الشكل القديم هاي لو وجينا هنا للاشعارات وهي الاشعارات ومركز التحكم طبعا هاي اختلف عن كان سابقا باختلف تماما تماما عندنا المنزل الذكي والامور كلها هنا تختلف لانه هذا اندرويد 11 وهذا اندرويد 10 لو جينا هنا للإعدادات والمزيد وعنا فيه هنا التنقل بالإيماءات طبعا والازرار اذا بدك ممكن يتحكم بشكل افقي وبشكل رأسي بالنسبة للتطبيقات المفتوحة فيه الخلفية لو جينا على الاضافات اللي موجودة هنا فيه هنا اللي هو اصبحت الساعات كلها هنا عندك متاحة زي ما انتم شايفين ساعتين مع بعض ساعة لحال ساعة بالشكلات هذا كله متاح ما كانش متاح في الأول وفيه هنا اللي هو احنا حكينا عنه قبل ايه طبعا فيه المعرض طبعا كله هذا مع كله اجمع التحديث الجديد ممكن انت تحط صورة مثلا بدي اشغل هادئة اشغلها زي هيك وحطها هنا بتحط انت تنقل عليها صورة بتحط عليها حاجة قدامك يعني حاجة حلوة كتير كتير يعني انا مثلا هاينه هنا حاطت عليها الجدول مثلا جدول الحصص هنا انا حاطت عليها جدول الحصص في اللي هو جهازي يعني لو جيني هنا ننطلع على اللي هو الصوت الصوت طبعا فيه ناس بيقولوا انه الصوت راح والصوت اجا هاي الصوت موجود من فوق ومن تحت هنا يعني الصوت موجود عنا من اسفل ومن اعلى ما في مشكل عنا كمان مش موجود انه هنا لو جينا على مركز تحكم فيه اللي هو للميديا لكن ما اجاش معه ولكن ممكن يجي في التحديث عادي جدا جدا وفيه ان عملت فيديو ممكن تتنزله حط لك الفيديو في صندوق الوصف او في العلامة البيضاء علشان تنزل اللي هو مشغل الميديا الجديد لو جينا مشغل التطبيقات هنا عملنا في ادارة التطبيقات وكتبنا هنا مشغل التطبيقات مشغل التطبيقات اللي موجود معنا اللي هو هاي الموجود في التحديث اللي هو هاي رقمه وما فيش شي اضافة لكن هذا هو مشغل التطبيقات اللي فيه الانيميشن موجود على نفس الجهاز وأيضا تطبيق الحماية كذلك موجود عندنا اللي هو في التحديث لسه ما جوجه تحديث جديد ولكن كتطبيق حماية موجود عليه اللي هو Game Turbo 3 مش 4 الانيميشن موجود عندنا في عملية التنظيف كما كان سابقا في اللي هو التنظيف في تطبيق الحماية بالنسبة للتحديث اللي هنا وتحديث اللي أجل مع البو لو جينا هنفتح بين اللي هو ريدمي التسعتية والبوكو والبوكو أم ثلاثة نيجي نفتح التطبيق مثلا جوجل بلاي نشوف مين أسرع طبعا هذا أخد وقت لو جينا للثيمات بين اللي اتنين نشوف مين يفتح أسرع هنلاحظ انه الريدمي التسعتية فتح أسرع من البوكو أم ثلاثة وهذه تقريبا كانت الحاجات الأساسية اللي حبيت أقولكم إياها في هذا التحديث وان شاء الله هنعمل كمان إله كمان فيديو لأنه هذا الجهاز بدنا نفحصه أكتر وأكتر ونشوف كيف وضعه علشان الناس كتير سألون عنه لازم هذا الجهاز عشان نطول ولا حتى الآن موصلش للجميع فالكل حبي يستفسر عنه إن شاء الله هيكون عنه فيديوهات عن كل حاجة فيه لأنه هذا الجهاز من الأجهزة المهمة وبهيك بقدر أقول لك أنه الفيديو انتهى وإن شاء الله نلتقي في فيديو جديد لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة واتفعلي جرس يا حبيب علشان يصرق إن شاء الله كل جديد ونلتقي في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام